أحدث التقرير الذي أصدره ما يعرف بمراقب دولة الاحتلال صداً واسعاً في ساحة السياسية الإسرائيلية التقرير أعطى تقييمه للحرب على غزة عام 2014 واتهم المسؤولين الإسرائيليين وعلى رأسهم من يمين نتنياهو بالقصور في جميع مراحل العدوان المزيد في تقرير بشار صغير انتقاد لاذع وجهه ما يعرف بمراقب دولة الاحتلال للجهة المسؤولة عن العدوان الأخير على غزة بشقيها السياسي والعسكرية وفق التقرير الذي أصدره القادر المتقاعد يوسف شابيرا فأن صناع القرار حينها وعلى رأسهم رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو وعزير الجيش السابق موشي علون فشلوا في تقييم خطر الأنفاق التي حفرتها حركة حماس أسفل القطاع وتحديد مواقعها إلى جانب رسم خريطة أهداف ما دفع جيش الاحتلال لشن حرب عمياء هذا التقرير يدل على شيء واحد وهو فشل إسرائيل في تحقيق أي هدف من أهدافها في غزة فشل الاستخبارات إن كان العسكري وإن كان على مستوى المخابرات الشباك في الحصول على معلومات حول الأنفاق نتنياهو هجم التقرير واتهمه بغض البصر عما أسماها العبر التي استخلصت من الحرب على غزة نهيك عما حققت الأخيرة من تكبيد حركة حماس خسائر بشرية ومادية وعسكرية فادحة ونجاحها في منعها من إطلاق الصواريخ لسنوات وكل هذا حسب تعبير نتنياهو منافسون سياسيون لنتنياهو استغلوا تقرير ودعوا رئيس الحكومة للاستقالة بعيدا عن السجال الداخلي الإسرائيلي يحذر الفلسطينيون من الاعتقاد بأن التقرير يعكس ندما إسرائيليا على شن العدوان أو صحوة لضمير الاحتلال حيال قتل آلاف الأبرياء فإن خلص التقرير على شيء فهو شن عدوان أنجع من منظور الاحتلال أشد فتكا من منظور الفلسطينيين بشر صغير التلفزيون العربي رام الله